في الحياة مشاهدينا ما فيش بيت في مصر بالوقت ما فيهوش طالب أو طالبة غير وأخذوا الأجازة لأن معظم الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة خلصوا الامتحانات وبدأوا خلاص الأجازة السؤال اللي بيجي هنا أو بيشغل بالي الأمهات والأباء تحديداً دلوقتي هو إزاي اللي أنا أقدر أوظف أو أستثمر شهور الأجازة الطويلة دي في تطوير مهارات ابني أو بنتي وإزاي اللي أنا أستغل وقت الفراغ ده علشان يكون وقت مثمر وقت إيجابي يكون فيه تأهيل أو جهزية لمرحلة تعليمية جديدة في الحياة وفي المستقبل كمان وهنا يمكن بنتكلم تحديداً على طلبة الثانوية العامة اللي بيكون هي مرحلة فاصلة ونقلة بتغير فيها مستقبل الشخص ككل بشكل عام ده اللي هنعرفه من ضفطنا اللي منورونا في الستوديو الأستاذة ردوى فتحي خبيرة العلاقات الأسرية وتغيير السلوك صباح الخير يا فتح صباح الفل عليك وزاكي أحمد بسانت صباح الخير صباح الخير عليك يا ردونا ورعنا صدر رضا يمكن هاخد من التايتل بتاع حضرتك وفكرة تغيير السلوك إزاي أنا أقدر أغير سلوك الطفل سواء كان ولد أو بنت في مرحلة الأجازة تحديداً يمكن المتعارف عليه أو السائد اللي أنا خلاص خدت الأجازة أو كلنا بنشتغل السنة الدراسية باستنى إلى ثلاث شهور بتاع الأجازة علشان ألعب علشان أضيع وقتي وأطلع بقى سواء كان ساحل غردأة مرصة مطروحة وغيرها من أشوف بحر وغير سلوكي زي اللي أنا بقى تغيير السلوك هنا يكون مثمر مش فكرة ماضيع للوقت حلو قوي السؤال ده لأن احنا أو معظم الأهالي بيفتكروا أنه تعديل السلوك معناه أن احنا بس ناخد بالنا من ولدنا وقت الدراسة وبيجوا عند الأجازة خلاص بقى أهم براحتهم وحرية مطلقة ورغم أنه أحسن فترة أن أنا أصبت أو أعدل بعض السلوكيات في شخصية ابنها فتت الأجازة لأنه ما فيش البراشر أو الضغط بتاع المدرسة فبالتالي لازم أفهم رقم واحد لازم أفهم يا أحمد أنه قبل ما نبدأ الأجازة لازم أقعد مع الولاد وأقول لهم أنتوا نوين تعملوا إيه في الأجازة لازم أفهم منهم هم إيه فكرتهم عن الأجازة ونوين يعملوا إيه إيه خطاتهم ما برضو أنا لو أنا أم وأنا عايزة أصلح لهم مشاكلهم مش هروح وأخدهم كده فجأة واصدمهم يعني لازم أكون أنا معيهم عاملة زي معاهدة أو زي اتفاقية أنا شفت الفترة اللي فاتت أنه عندكم مشكلة كذا 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 فعايزين نشتغل عليها فيبقى رقم واحد لازم أتفق معيهم واشوف هما إيه وجهة نظرهم عن الأجازة رقم اتنين لازم أستثمر الوقت بتاعهم فحكتين إحنا عندنا الطفل بيبقى عنده طاقة نوعية من الطاقات طاقة فكرية وطاقة حركية لو أنا ما استغلتش لطاقتين دولت وسبته يلعب بقى براحته أو سبته يروح الساحل أو يروح الغداء أو أي مكان ده كده جزء من الطاقة اللي هي الطاقة الحركية لكن الطاقة العقلية ممكن يستغلها استغلال سيء فأنا محتاجة أن أنا أبقى قاعدة وفهمهمهم هو إيه اللي أنتوا عايزينه في الأجازة وإزاي هنستغل الطاقات بتاعتنا دي طيب يعني خليني أسألك سؤال وقاعي شوية أنه في بعض اللي بنتكلم على صغيرين شوية في السن اللي هم مهارات معينة المفروض أنا كأبا وأم أبتدي أركز مع المهارات دي وعايز أسألك إيه المهارات دي اللي أنا المفروض أركز عليها أن أعلمها لهم بغض النظر عن السن الصغير اللي يمكن موضوع أسهل شوية الكبار بقى في السن اللي هم في السنوية عامة أو خلاص بيدخلين على جامعة إزاي أبتدي قناعهم أنهم محتاجين ينموا عندهم مهارات معينة حلوة قوي في أكتر من مهارة مهمة جدا للأطفال ممكن يتعلموها في الإجازة أول حاجة مهارة التعاون أنه أهم يتعاونوا معنا كأسرة نساعد بعض فرصة في المدرسة ما بيبقاش فيه في رفاهية أنه يندمج في الأنشطة بتاعتي مثلا أنا وقفة أطبخي تيجي تساعدني بابا رايحيا يصلح العربية ويروح معي ساعده كل المهارات دي اسمها مهارة التعاون فدي مهمة جدا مهارة تانية بسانت هي مهارة التواصل الولاد في المدرسة يأما بيذكروا يأما مسكين الموبايل أو السكرينز أو الشاشات فبالتالي ما بقاش فيه مهارة التواصل فمهارة التواصل الاجتماعي دي أو التواصل بكل لغات التواصل سواء الكلام سواء أن أنا أعد أسمع كل ده نوع من أنواع التواصل فالحاجة التالتة كمان المهمة مهارة التعاطف يعني إن إحنا نحس ببعض يبدأ يحس بأن بابا قد إيه كان تعبان النهار ده فيبدأ يساعده في حاجة معينة هي تحس إن مامتها كانت وقفة كتير جدا بتعمل أكل أو بتعمل أي حاجة فتبدأ تحس وتحس بيها وتسعيدها فيفيه ثلاث مهارات التعاون والتواصل والتعاطف دي من أهم المهارات اللي إحنا لازم نعلمها لولادنا في الأكاسة حلم التواصل تعاطف تعاطف تعاون كلهم بحرف الته عظيم جدا بس خلينا أسألك أن التلاتة تاء دول هم بيحتاجوا لنا تعامل مع ابني كفرد ناضج كشخص على قدر من المسئولية لأن خلينا نتكلم من منتهى الصراحة وزي ما قالت بسانت ننزل لأرض الواقع لو أنا روحت قلت لابني يعني خلاص بقى تعالى نوض أعرف منك إيه الخطة المستقبلية اللي أنت أتعملها في الأجازة هو أول ما هيسمع كلمة خطة دي هيبقى هيحصل حقيقة بالضبط هيبقى في صدام حضرات دلوقتي أنا هو متعود أنا خلاصة لنهاردة خلصت امتحان ونازل ألعب صحيح فأنا بغير السلوك ده كله بكلمة اللي أنا أعود معي أكيد الموضوع هيحتاج تأهيل أو اللي أنا أبتدي شكل تدريجي مش مرة واحدة إزاي يعمل المعادلة الصعبة دي؟ طيب المعادلة الصعبة دي أنا كأم أو كأب يعني اللي هو الشخص المسؤول عن الرعاية لازم يبقى واخد باله من أن فيه جوانب للطفل أي أن كان الطفل بقى سواء السن الصغير اللي حاد يعني براحتنا خالص جانب الاجتماعي اللي هو إزاي يتواصل مع اللي حواليه في حاجة اسمها جانب الصحة بتاعته إنه هو الولد دي يبقى صحته كويسة فيه جانب التنمية المهارات اللي هي الهويات والحاجات دي فيه جانب العلاقات والأصدقاء الجوانب دي هو لازم الأب والأم يعودوا مع الولاد قبل ما يبدأوا الأجازة بمجرد ما يخلصوا الامتحانات وقالهم أنا عايز أعرف أنت هتعمل إيه إحنا عندنا جوانب معينة لازم عشان يحصل حالة التوازن لازم الجوانب دي كلها تكون موجودة بما فيهم حتى الجانب الدراسي لأن الجانب الدراسي ده إحنا بنوعد جزء منه في الأجازة يعني فيه أمهات وأبهات كتير بيحضروا أولادهم للسنة الجديدة في الأجازة فأنا الجوانب دي لازم الأب والأم يعودوا مع الطفل ويكلموا معي الجوانب دي إحنا نويين نعمل فيها إيه كل ما أخدت منه أخدت وأتكلمت معه أخدت رأيه كل ما أنا هفهم هو دماغه فيها إيه وها يقدر هو يستفيد مني لكن أنا لو دروحت يا أحمد قلت له كأوردر أو كأمر بص بقى إحنا خدنا بالنا أن أنت 1-2-3-4 فإحنا نويين نعمل لك 1-2-3-4 فالطفل هنا حاس أنه مصير مش مخير فبالتالي هيرفض تماما أي نوع من أنواع الاقتراحات فإحنا بنقعد مع بعض بس أنا كأم وكأب بحطة في دماغي الجوانب دي لازم هتكلم معيها ولازم هعمل التوازن في الجوانب دي في خلال الأجهزة في السنة الكبيرة شوية بيقضوا وقت أكتر مع أصحابهم يمكن ما فيش وقت تماما للعيلة وده موجود يعني بعض الأمات تقول لك مش قادر عليه تعال نزور تيتا تعال نقض مع جده ما فيش يعني أنا رايح لأصحابي أنا قادم مع صحابي تيتكيب أكبر أنا عندي الحياة بتاعتي مش أشارك أهلي في أي مسئوليات هما بيطلبوها مني زي يغيروا أو يعدلوا من السلوك ده بالذات لأنه كثير من الأباء والأمهات بيشتكوا من حاجة زي دي رقم واحد عدم الاستسلام لأن أباء وأمهات كثير جدا هما بيشتكوا بس بمجرد ما يقولوا لابنهم وابنهم مثلا يرفض من أول مرة فبيستسلموا فرقم واحد عدم الاستسلام طالما إحنا بنعزز جانب معين من الجوانب اللي المفروض تبقى عند شخصية الطفل ده فأنا ما ينفعش أن أنا أستسلم ده رقم واحد رقم اتنين لازم أحط القواعد للبيت سواء بقى في الدراسة أو في الأجازة فهو لازم يبقى الموضوع واضح لكن برضو أنا لو أنا مش عامل له التأهيل أو الإعداد من قبلها وفاجأة قلت له على فكرة النهاردة إحنا هنروح لجدك طب ما هو برضو عنده حياته أنا كده اقتحمت بالضبط كده اقتحمت خصوصياته والطفل بشكل عام بيبقى عايز يحس بالخصوصية عشان كي تلاقيهم عايزين يقفلوا الباب عايزين يتكلموا بصوت واطفي المبا هو إحساس الخصوصية عنده بيكون إحساس عالي جدا فأنا اقتحمت خصوصياته فأنا لازم أحترم الخصوصية دي فهقول له على فكرة إحنا في الأجازة نوين نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة هتيجي معنا إمتى لجدك هتيجي إمتى معنا لخالك لخالتك ولازم أخذ رأيه وعشان ممكن يكون هو مرتبط بأصحابه فأنا لازم أحترم ارتباطاته والخصوصية دي بمناسبة الخصوصية أحيانا بيكون الطفل بنكلم هنا على سن المراهقة أو الشباب بنوصل للسن معين بيبقى نفسه اللي هو يسافر مع أصحابه يطلع أماكن جديدة ويكتشف أماكن جديدة برفقة أصدقائه هل حضرتك مع ده ولا الأسرة تعزز مفهوم اللي احنا نتشارك كلنا في استكشاف الأماكن مثلا الجديدة ولا يكون أماكن أثري أو فسحانيلية حتى ولا نديهم مساحتهم هقولي عارفين أحسن حاجة في موضوع إن احنا نزور أماكن جديدة إيه الزكريات الزكريات اللي الطفل بياخدها في الأماكن دي ما تتنساش يعني إحنا ممكن نفتكر هو عاوز ياخد الزكريات دي مع أصحابه مع أصحابه حلو فأنا لازم أعمل التوازن ده فأنا هتدي له مساحته لكن أنا كمان خذوا بالكم الحاجة أنا ابني لو لقى نفسه مبسوط معي ومستمتع بالصحبة حيبقى عايز يروح لصحابه بس مش بنفس الدرجة لو هو حاسس إنه البيت كئيب البيت نيكا دي على طول بننتقد وعلى طول بنضغط عليه طبعا فعشان كده أنا هسيب له مساحة من الحرية إنه يروح مع صحابه لأن ده جنب مهم جدا يا أحمد إن أنا أخلي ابني يبقى عنده علاقات اجتماعية ودي هتدي له خبرات يعرف إمتى يتكلم إمتى ما يتكلمش يهضر إزاي مع صحابه فكل دي خبرات فدي حاجة كويسة ولكن لا يغني إن أنا لازم أقوم برضه بهذا الجانب فأنا لازم أن أنا أروح مع ابني فصح أروح مع أماكن زيارات جديدة طب أنا عاوز أقف هنا تحديدا لأن في بعض الأسر بتلجأ لطريقة مختلفة ألا وهي عاوز تطلع مع صحابك طب يا رأيك نطلع كلنا وإنت تفسح مع صحابك وفيه وقت تاني أو متنزه تاني بيبقى في نفس السفرية دي مع العيدة وحضرتك مع الأسلوب ده ولا فكرة اللي أنا أطلق له العنان بشكل واسع أنا لا أفضل ده قوي لأنه هنا أنا حسب برضه السن ولكن أنا لا أفضل ده لأن أنا إيه الرسالة اللي أنا بوديها لابني أنا مش واسقة فيك وحاسة أن أنت ممكن تقع في مشكلة فأنت مش هتقع في تتصرف فأنا لازم أكون جنبك ففي النهاية كل الرسالة اللي رايحة بزي بصغص اعتمادي بالضبط فبنقول الرسالة اللي رايحة له رسالة كلها رسالة سلبية فلا أنا ممكن حتى لو أنا هعمل كيف بش لازم أقول له يعني هو مش لازم يبقى عارف أن أنا هروح وعمل كذا وكذا عشان أنت أنا خايف عليك طول ما أنا بصدر لابني أحساس الخوف ده طول ما هو هيقتنع أكتر وأكتر مع الوقت أنه مش هيقدر يعتمد على نفسه وأنه محتاج دائما حد جنبه يحميه ولكن ده طبعا زي ما أنت قلت يا ردو أنا حسب السن يعني لو أكيد نحن مش بنتكلم على سن صغير أكيد السن الكبير شوية لقدر أنه يعتمد على نفسه ويعمل حاجة زي دي ردو يعني نحن مشكورك جدا على وجودك معنا النهاردة ردو فتحي خبير لعلاقات الأسرية وتعديل السلوك يعني دتين معلومات وفية وكافية مرسي يا أسانت مرسي أحمد صباح شكرا ردو نوركينا